أهلا بكم مشاهدين يتبع الاحتلال الإسرائيلي استراتيجية استهداف المستشفيات والمراكز الطبية في جميع حروبه السابقة على قطاع غزة التي يعتبرها ضمن بنك أهدافه الرئيسية بحجة وجود أنفاق تحتها لكن هذه المرة اختلفت طريقته في استهداف المستشفيات التي كانت أكثر وحشية عن سابقاتها منذ أن بدأ عدوانه على قطاع غزة في أكتوبر الماضي ومن العاشر من أكتوبر وحتى اليوم قصفت طائرات الاحتلال جميع المستشفيات وسيارات الإسعاف التابعة لها ما أدى إلى استشهاد أكثر من 200 من الأطقم الطبية وبعد اقتحام جنود احتلال مستشفى الشفاء انتقلت طائرات الاحتلال إلى قصف محيط المستشفى الاندونيسي كما حاصرت دبابات الاحتلال المستشفى مستهدفة محيطه ما أدى إلى خروجه عن الخدمة لكن ما أهميت المستشفى الاندونيسي بالنسبة إلى الاحتلال المستشفى الاندونيسي مستشفى حكومي يقع في محافظة شمال قطاع غزة تشرف عليه وزارة الصحة الفلسطينية انشأ عام 2014 بإشراف وتنفيذ مؤسسة ميرسي الاندونيسية بتمويل من الشعب الاندونيسي بقيمة 9 ملايين دولار ومساحة إجمالية وصلت إلى 12 دونما جاءت فكرة إنشاء المستشفى الاندونيسي بعد العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 حيث لم يكن في شمال قطاع غزة سوى مستشفى كمع العدوان يعمل المستشفى الاندونيسي بسعة 110 أسرة في ثلاثة أقسام هي الجراحة والباطنة والعظام منها 10 أسرة لعناية المركزة يحتوي المستشفى على أحدث جهاز أشعة ومختبر للدم وأربع غرف عمليات مجهزة بأعلى التقنيات ووحدة عناية فائقة بالإضافة إلى تخصصات طبية لمختلف الحالات المرضية قصف طائرات الاحتلال المستشفى الاندونيسي مرات عدة من العاشر حتى الثامن والعشرين من أكتوبر كما ركزت قصفها على المستشفى خلال الأيام الماضية تضررات كل الأبنية في المستشفى ما يهدد حيات ما يقرب من ستة آلاف نازح يلجأون إليه كما فقدت المستشفى العديد من الخدمات الطبية الأساسية التي كان يقدمها كما وقعت أضرار جسيمة بالمستشفى وأثر ذلك على قسم العناية المركزة وتأثرت غرف العمليات الجراحية أيضا بسبب تصدع الجدران وتضررها بعمليات القصف المستمرة وبشكل عام وقع أكثر 250 هجوما على المستشفيات والمراكز الطبية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع ما دفع مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم إلى القول أمام مجلس الأمن الدولي أن النظام الصحي في غزة يركع على ركبتيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر